حيث أطلقت الهيئة العامة للشباب برنامج أعداد وتأهيل الشباب الكويتي في القطاع الحرفي والصناعي ضمن المشروع التنموي المبادر المهترف والهدف لإتاحة فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص وتوفير مساحات واسعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويأتي هذا البرنامج ضمن الخطة الإنمائية للدول وبرنامج العمل الحكومي الذي يهدف لتوجيه المبادرين الشباب نحو القطاعات الحرفية والصناعية والاقتصادية الواعدة ويعمل على تنويع القاعدة الإنتاجية للإنتاج المحلي